بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك ورحمة الله في فيديو سابق صورت عليه في عملية إصلاح لدرايبر أثناء عملية السوفتوير الجهاز يوقف على 9 أو 19 أو 11% كان الحل في عملية إصلاح لدرايبر وكان البرنامج اللي نستخدمه هو برنامج استخراج البيانات اللي أصدره الأخ كل شكر للأخ معاوية السابر الرأي أصدره الأخ معاوية وكنا نستخدمه لبدل مستخدم البيانات كنا نستخدمه لإصلاح الدرايبر اليوم البشمهندس معاويك أصدر البرنامج خاص لإصلاح الدرايبر أنا بالنسبة لي أعاني من موضوع السوفتوير سواء تحديث أو فورمات وفي فيديو سابق أتكلمت عن هذا الموضوع رح أترك الفيديو في أسفل هذا الفيديو رح أترك في صندوق الوصف هذا الفيديو السابق المشكلة العاني منها أنا 11, 19, 9% Inter recovery mode هالأمور هاي بسبب كثرة المداخل أنا عندي لكن البرنامج بشكل عام هو جيد هو ممتاز جدا لإصلاح الدرايبر أثناء عملية السوفتوير رح نشوف البرنامج مع بعض وما ننسى الرقم السري للبرنامج 1, 2, 3 في رابطين موجودة على المجموعة في رابطين موجودة على أسفل الفيديو في صندوق الوصف رابط جوجل درايب ورابط صفحتي على التليجرام البرنامج موجود على التليجرام سواء على القناة أو سواء على المجموعة أو على الجوجل درايب خلونا نشوف الشرح سريع مع بعض طبعا هذا البرنامج السابق اللي كنا شغالين عليه كنا نضغط في اليمين ونعمل run as administrator أو التشغيل كمسؤول حنشوف مكتوب عندي أنا bad وحضغط على fix driver ويبدأ في عملية الأصلاح أثناء عملية السوفتوير في الفيديو اللي شرحناه سابقا حننزل الرابط حننزل في صندوق الوصف حيكون في رابط لهذا الملف للويندوز 64 والويندوز 32 بالإضافة لرابط آخر كمان بإن كانت تختار أي من الرابطين وتشتغل عليهم بعد ما نفتح الرابط حنضغط على كلمة ونضغط تنزيل هنعمل تنزيل جاري التحضير لعملية التنزيل تمام خلاص هذا هو هنعمل هنضغط في اليمين ونختار وإكستراكت به الشكل هذا هيفتح هذا هو هشوف أنا في عندي ايتونز درايفر فيكسر 32 و 64 هنفتح ال 64 نضغط في اليمين مكتوب تباسورد 1 2 3 تمام نعمل اكستراكت واحد 2 3 نضغط اوكي هيفتح عندي هذا الفايل نفتح نفتح تمام هذا هو ايتونز درايفر فيكسر فيرجون 1 64 بت تمام طبعا كل الشكل للأخماوي على دائما الاضافات اللي يضيفها في هذا المجال هنعمل يعني شغل هذا البرنامج كمسؤول هضغط في اليمين واعمل وعمل الان انا اعمل هيبدأ في عملية الاصلاح تمام صار عندي good بها الحالة انا اثناء عملية السوفتوير مثل ما شفنا في الفيديو السابق هذا البرنامج هذا البرنامج كان لاستخراج البيانات هذا البرنامج هو فعلا لااصلاح لدرايفر اتمنى يكون الفيديو مفيد والبرنامج صدقا هو جدا 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 مفيد لكن لا تنسى انك تشغل البرنامج run as admin restater يعني التشغيل لبرنامج كمسؤول وفي فيديو مثل ما ذكرت في اسفل الفيديو هذا الفيديو سابق للعملية تحياتي للجميع انا اخوكم وسيم السلام عليكم وحمد الله وبركاته